توقفت الجبهات جميعاً لكي يتاح للحوثيين فرصة خنق مارب والتوجه نحو مدينتها ذاك ما بتى يعتقده كثير من اليمنيين في وصفهم لتعامل الشرعية والتحالف مع ميليشيا الحوثي اعتقاد ربما يستند إلى تطورات في الميدان والتي تقول إن جبهات نهم شرق صنعاء وكوفل بمأرب تشهد معارك هي الأقوى بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي وذكرت مصادر عسكرية ميدانية في صرواح إن قوات الجيش الوطني أفشلت هجوماً كبيراً للحوثيين كانوا يحشدون له منذ أيام لاقتحام مديرية صرواح ومحاولة السيطرة على منطقتي المخدرة والحمراء ومعسكر كوفل لكن الهجوم سرعان منكسر وتحولت نتيجة المعارك لصالح قوات الجيش التي قادت هجوماً مضاداً ضد الحوثيين وكانت قوات الجيش قد أعدت لهذه المعركة منذ بدء حشود الحوثيين وهو الأمر الذي أسهم في خسارة الحوثيين لأغلب قواتهم المشاركة المصادر أوضحت أن هجوم الحوثيين بدأ من جهة الميسرة في صرواح وأيضاً من جهة معسكر كوفل بعد أن حاول الحوثيون الدفع بمجاميع للتسلل عبر عدة تباب لكنهم خسروها بعد أن تم تدمير القوة التي نزلت إلى طريق الإزفلت الرئيس تزامن ذلك مع تمكن قوات الجيش الوطني من إفشال هجوم آخر للحوثيين في جبهتي قانية والوهابية بين البيضاء ومارب بمساعدة طيران التحالف الواضح إذن أن هناك تصعيداً للمواجهات في الجبهات المحاددة لمأرب وأن ميليشيا الحوثي تسعى لتضييق الحصار أكثر فأكثر على أهم معاقل الشرعية اليمنية